اكد رئيس وفد مملكة البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري حرص المملكة على تعزيزه ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والأليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقة على المستوى الدولي جاء ذلك بمناسبة الرد على توصيات التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين والتي استعرضت خلال الدورة السادسة والثلاثين بمجلس حقوق الإنسان بجنيف وفد بلادي التأكيد على حرص مملكة البحرين على تعزيز ومواصلة جهودها من أجل النهوض بحقوق الإنسان وصون كرامته من خلال التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات والمنظمات الأخرى الدولية ذات العلاقات على المستوى الدولي إن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق الدعم لتحقيق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللا انتقائية لقد قدمت مملكة البحرين في الأول من مايو 2017 تقريرها الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل حيث استقبلت مملكة البحرين بإيجابية ومسؤولية عدد 175 توصية قدمتها الدول الأعضاء في مجلسكم المواقر وقد بذلت بلادي جهودا كبيرة في دراسة هذه التوصيات حيث تم عقد عدة اجتماعات لللجنة التنسيقية العليا المعنية بدراسة كافة التقارير والتوصيات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وعقد عدد آخر من الاجتماعات مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني الذي فاق حضورها عشرين جمعية حيث تم استعراض تلك التوصيات معها بشكل مسهب حيث أسهمت جهود اللجنة التنسيقية العليا والاجتماعات مع منظمات للمجتمع المدني وملاحظاتهم المهمة في بلورة موقف مملكة البحرين بشأن الرد على التوصيات المقدمة إلى مجلسكم المواقر كما أكد رئيس وفد مملكة البحرين مراجعة البحرين الشاملة في مجلس حقوق الإنسان مملكة البحرين استقبلت بإيجابية ومسؤولية 175 توصية في مايو الماضي عندما قدمت البحرين تقريرها الوطن الثالث لأليات الاستعراض الدولي الشامل حظيت 139 توصية منها بالدعم قد أدت المشاورات والدراسات الواسعة بشأن التوصيات إلى أن يحظى عدد 139 توصية بالدعم الكامل علما بأن الكثير من تلك التوصيات قد تم إنجازها على أرض الواقع وستعمل مملكة البحرين على تحقيق ما تبقى منها وقد تم أخذ العلم بعدد 36 توصية إما لتعارضها مع تطبيق الشريعة الإسلامية أو لعدم توافقها مع القوانين والتشريعات الوطنية أو إنها تقتضي بزيدا من الدراسة علما بأنه كان من الممكن القبول بعدد منها جزئيا سيد الرئيس إن مملكة البحرين تؤكد تمسكها واستمرارها في نهجها الإصلاحي الدمقراطي الرائد الذي أطلقه حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بالحفاظ على سجلها الحقوقي الذي يستند على نصوص دستورية وقانونية عصرية ومتطورة ومجتمع بحريني تميز عبر تاريخه بسمات وقيم نبيلة في التعايش والتآخي والمساواة والتعددية والتأكيد على احترام مبادع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع دمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع مما عكس ذلك في تشريعات البملكة وسياساتها وبرامجها هذا وقد استعرض مساعد وزير الخارجية الإنجازات المتميزة التي تحققت في الفترة الأخيرة في تعزيز واحترام حقوق الإنسان من الإنجازات المتميزة التي تحققت في الفترة الأخيرة لتضيف لسجل الإنجازات والتقدم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان ويمكنني أن أستعرض بعض منها صدور قانون الإسراء رقم 19 لسنة 2017 والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس من هذا العام 2017 حيث لاقى صدى إيجابي واسع بين فئات المجتمع البحريني بما يتوافق مع التزامات المملكة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو ويشكل نقلة نوعية مجتمعية على صعيد تمكين الفرد من معرفة حقوقه وواجباته المتعلقة بشؤون الأسرة فبعد سنوات من الجهد استطاعت المرأة البحرينية أن تحقق أحد أهم أحلامها بإصدار قانون الأسرة تأكيداً لكرامة المرأة ودورها المحوري في عملية البناء والتنمية وترجمة حقيقية لتطلعات كل نساء البحرين ومن أهم مميزات هذا القانون محافظته على تماسق نسيج الأسرة البحرينية ومساهمته الفعالة في تقوية وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية كونه قانوناً موحداً ساهم وأجمع عليه كافة أطياف المجتمع كما صدر القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي يعتبر أحد أهم من المبادرات الجوهرية الرامية إلى تطوير السياسة العقابية في مملكة البحرين ومن خلال تعزيز الإجراءات العقابية بمفهومها الشامل المرتكز على ثنائية العقوبة والإصلاح وبذلك تسعى المملكة نحو حماية أشمل للمجتمع من الأخطار المستقبلية وقد صدر أيضاً تعديلاً على المادة 2 من قانون رقم 74 لسنة 2016 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي اللعاقة بحيث سرى أحكام القانون على ذوي اللعاقة من البحرينيين وذوي اللعاقة من أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي والمقيمة في البحرين إقامة دائمة كما صدر القانون رقم 6 لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تعمل للقضاء على الفساد ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد بكافة أشكاله وقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والتي تهدف إلى منع تمويل الأرهاب من الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأرهاب كما قامت مملكة البحرين باتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في تعزيز إصلاح سوق العمل ومنها تصريح العمل المرن حيث يسمح هذا النظام للعامل الأجنبي من العمل دون نظام الكفيل حيث تسعى المملكة عبر هذا النظام لتصحيح سوق العمل والحفاظ على حقوق العمالة وقد حازت مملكة البحرين في هذا العام بالمركز الأول بين 188 دولة كأفضل دولة للعمل والإقامة مع الأسرة للأجانب وفقا لدراسة استقصائية قام بها أحد المراكز البحثية الدولية المتخصصة هذا وقد أكد رئيس وفد مملكة البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن سيادة القانون واستقلالية ونزاهة القضاء أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته إن سيادة القانون واستقلالية ونزاهة القضاء أساس الحكم في مملكة البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته حيث نصت المادة رقم 20 من الدستور على توفير ضمنات المحاكم العادلة بما فيها حق الدفاع وحضر التعذيب وقد تم تعزيز استقلالية القضاء مالياً وإدارياً بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015 واتساقاً مع حكام الدستور وفي هذا الصدد يؤكد المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بشأن الإجراءات الجنائية وتعديلاته على ضمانات متكاملة لحماية حقوق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي والعدالة الجنائية من خلال توفير ضمنات المحاكم العادلة وحق المتهمين بالاتصال بأهاليهم وذويهم والاستعانة بمحامين وحضور الجلسات غير مكبلين بالقيود أو الأغلال وحضر التعذيب أو المعامل السيئة أو الإكراه كما أن حرية التجمع والرأي والتعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوصة عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية المحلية والدولية والتي تحضر أي دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق الإنسان هكذا يكون التقدير الدولي لمن يؤمن قولا وفعلا بقيمة الإنسان وكرامته هكذا يكون الاحتفاء بالمنجز والمنجز في أمهات محافل العالم المعنية بحقوق الإنسان ولا عزاء للناشز من الأصوات ومن من خلفه ظل سبيلا إنجاز جديد وغير مسبوق لمملكة البحرين باعتماد تقريرها الثالث في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بإجماع دولي وإشادة منقطعة النظير نثمن الجهود الممذولة في إعداد هذا التقرير والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه المملكة الشقيقة في تعزيز وصون حقوق الإنسان على المستوى الوطني وهو الأمر الذي يستدعي من مجلس حقوق الإنسان أن يقدم كل التشجيع على جهود مملكة البحرين يرغب وفد بلادي أن يقوم المجلس باعتماد الاستعراض الدور الشامل الذي قدمته البحرين ونثني على قبولها أغلب التوصيات المقدمة لها في هذا الإطار إن تعامل مملكة البحرين بمسؤولية واحترام وجدية مع آلية الاستعراض الدور الشامل يؤكد تفاعلها الإيجابي واحترامها لهذه الآلية وإصرارها على المضي قدما لتعزيز حقوق الإنسان لشعب البحرين الشقيق نثني على جهود حكومة البحرين لتنفيذ توصيات المراجعات السابقة ونحيي مجموعة المبادرات التي أطلقتها البحرين لتمكين حقوق الإنسان الأساسية نتمنى للبحرين كل النجاح في تنفيذ توصيات الموافق عليها بقبول القالبية العظمى من التوصيات برهنت البحرين عزمها والتزامها بتعزيز وصيانة حقوق الإنسان في إطار منظومتها المؤسسية والتشريعية والسياسية نقدر خصوصا أن جميع توصيات لتوانيا قبلت بموافقة البحرين نهنئ البحرين لدعمها غالبية التوصيات ولمبادراتها الرائدة خصوصا في مجال حقوق العمال الوافدة نقدر إحاطة البحرين بتوصيات الفلبين لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدة مملكة البحرين نفذت 139 توصية من أصل 175 توصية وأحيطت علما ب36 توصية في إنجاز دولي كان محل تقدير واحترام من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني في مجلس حقوق الإنسان نحن نتحدث فقط عن 36 توصية أخذت مملكة البحرين علما بها وذلك راجع بأن الصيغة التي أتت بها هذه التوصيات تتعارض مع تشريعات الوطنية أو الشريعة الإسلامية الغراء أو مع أصول النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي فيها فهذا يضع عذرا شديدا على تنفيذها أو القبول فيها فلا يمكن التقدم بتعهد بقبول توصية إذا لم يكن هناك الحقيقة قوة دافعة لتنفيذها في المستقبل إذن هناك عذرا حقيقيا متعلق بتصادمها مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها البحرين إيمانا منها بأهمية حقوق الإنسان في هذا المبنى وقفت الأمم المتحدة متحدة للثناء على تجربة مملكة البحرين واعتماد تقريرها الثالث في إطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان هذه هي البحرين كانت ولا زالت وستظل في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله رمزا للتسامح والتعايش ومثالا يحتذى في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من أمام مقر الأمم المتحدة بجينيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر